أزمة اقتصادية متفاقمة منذ سنوات في ليبيا لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل حالتها ولم تستطع إقرار إصلاحات جوهرية للحد من تراجع سعر الدنار ونقص الصيولة وارتفاع الأسعار وبعد أن بلغت الأزمة وأشدها تتجه السلطات النقدية والسياسية في البلاد إلى اقتراح جملة من التدابير لمعالجة الأزمة الاجتماع الثامن للحوار الاقتصادي الليبي بتونس ضم محافظة مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وممثلين عن الرئاسي المقترح إضافة لحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية جملة من التدابير جرى إقرارها في الاجتماع منها معالجة مسألة الدعم للوقود والسلع وتعديل سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار الأمريكي قرارات وصفها محافظ المصرف المركزي بأنها الأفضل في ظل الظروف السياسية الحالية وأنها سترفع المعاناة عن كاهل المواطن من جانبه عبر رئيس لجنة الترتيبات المالية في المجلس الرياسي المقترح فتح المجبر عن إحساس المسؤولين شرق البلاد وغربها بمعاناة المواطنين وذلك بعد حديثه عن تعويذ المواطنين برفع مخصصتهم المالية مقابل رفع الدعم وتغيير سعر الصرف ديوان المحاسبة الذي غاب عن الاجتماع كان قد وجه اتهامات بالفساد لمسؤولين في دوائر رسمية بالدولة منهم أعضاء بالمجلس الرياسي حاضرون في الاجتماع لتطرح التساؤلات هنا عن مدى نجاعة مثل هذه القرارات وهل هي قادرة بالفعل على حلحلة جزء من الأزمة المالية المتفاقمة وإلى أي مدى يكون الرياسي المقترح الذي اتهم بعض أعضائه بالفساد المالي من ديوان المحاسبة واتهمت بعض لجانه بسوء التصرف المالي والإداري إلى أي مدى هو قادر على إيجاد إصلاحات من شأنها تغيير واقع المواطن الذي يعاني منذ سنوات ويلات الأزمة الاقتصادية ومع لازمات المتراكمة التي تعانيها ليبيا والوضع السياسي المعقد الذي انعكس على مؤسسة الدولة وضعف أداء الأجهزة القضائية تفاقمت أعمال الفساد المالي والإداري بشكل لافت حسب التقارير الرسمية المحلية والدولية تقارير عدة صدرت عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية قدمت أمثلة لفساد المسؤولين في الدولة وإهدار المال العام والتقصير في حفظه وصيانته واستخدامه في غير الأغراض المخصص لها إلى جانب إساءة البعض استخدام سلطاتهم قصد تحقيق منافع للغير دون وجه حق إضافة إلى الاستحواذ على المناصب رغم ضعف الكفاءة فضلا عن تبديد مخصصات بالعملة الصعبة وغيرها من التجاوزات هذا فضلا عن سوء التصرف في الميزانية المرصودة وذلك بصرفها في إنفاق على تجهيزات مكتبية بملايين الدنارات ولا تنتهي عند الاستفادة من الاعتمادات المستندية أمر انعكس على بيان الدول الخمس الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي التي دعت كافة كبار المسؤولين في ليبيا إلى إدارة موارد البلاد بالحكمة والحد مما وصفوه بالاحتيال والتبذير وسوء استخدام السلطة حيث أشارت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا إلى قلق صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الليبي الترتيبات الجديدة توثير قلقا لدى مراقبين حول مدى نجاعتها في معالجة الوضع الاقتصادي خاصة مع استمرار أزمة نقص السيولة وعدم وجود حلول جذرية لمعالجة الأزمة المالية مسبقا يمكن الرجوع إليها لتعويذ المواطني عند إقرار الترتيبات المتخذة التي وصفها أحد الأطراف الحاضرة بالمؤلمة إصلاحات مازال خبراء الاقتصاد والمالية لم يعلق عليها غير أنها تذكر ببعض قرارات رياسي المقترح التي أوقفها ديوان المحاسبة سابقا مثل القرار القاضي بإنفاق مبلغ مالي لتوريد سلع أساسية إلى البلاد بسبب ما قال إنها قرارات غير ذات جدوى وفي سنة 2016 قدم ديوان المحاسبة كما هائلا من وقاع الفساد مبينا أن ضعاف النفوس يستغلون حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع مبرزا أن ليبيا تعد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية من أكثر ست دول فسادا في العالم فإلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الإصلاحات والقرارات في الحد من تفاقم الأزمة أمام حجم الفساد المستشري في البلاد ترجمة نانسي قنقر